اشتركوا في القناة الله أكبر كبيرا والحمد لله أكيرا وكسر أنوف الأكاسرة وقصر رقاب القياصرة كاد الكائدين وخدع الخادعين ومكر بالماكرين وأملى لهم واستدرجهم من حيث لا يعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واستنَّ سُنَّته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد عباد الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاتِه وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ثُمَّ مَاذَا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد من أين من يمن السعيد من أين من يمن السعيد أسقي ورود من وريد الجوع لم يمدُد يدي والحرب لم تنكُث عهود والحرب لم تنكُث عهود والموت علَّمني الحياة بفُرنه أنضجتُ عيد معاشر المؤمنين عيدٌ سعيد وفطرٌ مبارك وفرحةٌ دائمة وبُشرى لقادمٍ أجمل ومستقبلٍ أفضل فلا أمل إلا بالله ولا نصر إلا من الله ولا أمان إلا مع الله ولا فرحة إلا بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون زارنا رمضان فجعل من صبرنا عباده صوموا شهر الصبر رمضان وجعل من جوعنا صياما من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه ومن سهرنا قياماً من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه كما جعل من كلامنا ذكراً ومن نظرنا فكراً ومن قراءتنا تلاوة ومن جهدنا جهاداً زارنا رمضان فجدَّد عهدنا مع الله ربًّا لا ندَّ له وإلَهًا لا شريكَ له وإلَهًا لا شريكَ له فجنينا من عبوديَّتنا إياه حُرِّيَّتنا ممن سواه زارنا رمضان زارنا رمضان فربطنا بالقرآن منهجًا لا أشخاصًا ومبدأًا لا مصالحًا ودعوةً لا الدِّعاءً زارنا رمضان زارنا رمضان فأدنانا من بعضنا مُساواتًا ورقَّقنا لبعضنا مُواساةً فعزَّز فينا روح الأخوة وزادنا إلى قوتنا قوة زارنا رمضان فنفخ في تعز روح المدينة وفي أهلها روح الصحابة وفي جبهاتها روح بدر فرغم أنفُ امرئٍ أدرك رمضان ولم يُغفر له رغم أنفُ امرئٍ رغم أنفُ مدينةٍ أدركها رمضان ولم تنتفِض به رغم أنفُ دولةٍ أدركها رمضان ولم تنتصِر فيه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله ولئن كان رمضان قد غادرنا فإنه قد ترك لنا نموذجًا يُحتذى لحكومةٍ تقودُ شعبًا في ضلِّ حرب ليتَ حكومتَنا تستفيدُ منه لتتجاوَزَ بنا المأزِق وتصلَ بسفينةِ الوطن إلى برِّ الأمان فحكومةُ رمضان إجمالًا حكومةٌ مُصغَّرة تتكوَّن من ستِّ وزاراتٍ أو تزيدُ قليلاً بينما تُقاربُ وزاراتُ حكومتنا الستة وثلاثين وزارة ولا نزالُ في انتظار ما فُرِّح به من نية تقليص عدد الوزارات لتتحوَّل إلى حكومة طوارئٍ وأزمات لا مُحاصَصةٍ ومُجاملات أما عن حكومةِ رمضان تفصيلاً فهذه بعضُ مُفرداتِها فوزارةُ الماليةِ الرمضانية شعارُها وآتوهم من مالِ الله الذي آتاكم وقد أوصلَت هذه الوزارة إيراداتِها من زكاتَي الأنفسِ والأموال على شِحَّتِها إلى جُلِّ بُيوتِ اليمَن إن لم يكن كلِّها بينما لم تستطِعِ الضرائِب والجمارِك والنفط والغاز والموانِئ وغيرِها من إيراداتِ الحكومةِ اليمنية أن تُسدِّدَ مُرتَّبات موظَّفيها وبعيدًا عن إشكالاتِ الحرب التي قد تُعذَرُ الحكومةُ بسببِها إلا أن مئات التعيينات التي تذهبُ لأسر وملايينَ الدُّلارات التي تذهبُ لأفراد تُحوِّلُ العاذِرَ عاذِلاً وأما وزارةُ الدفاعِ الرمضانية شعارُها وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إن الله لا يُحِبُّ المُعتَدين وهي وزارةٌ جنديُّها المُجاهِد وراتبُها الثواب فجَّرت الجبهات وأشعلَت المواجهات وأثخَنت في العدو قالبةً خُطةً دفاعِه دفاعًا وعمليات استرجاعِه تراجُعًا بمددٍ روحي جعلَت طقمَ دبابةً والرصاصة صاروخًا والكسيحة كاسِحًا فغطَت سبعينَ بالمئة من العُدَّة القتالية والمُتمثِّلة في الروح المعنوية وبقي لوزارة الدفاع اليمنية والتحالُف العربي ثلاثينَ في المئة فقط فهلَّا قاموا به؟ وأما وزارةُ الداخلية الرمضانية فشعارُها الذين آمنوا وتطمئنُّ قلوبُهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنُّ القلوب وهي وزارةٌ تجاوَز أمنُها الأجسادُ إلى النفوس وتعدَّت طُمأنينتُها القوالِب إلى القلوب زارعةً في الناس سلامًا داخليًّا يُقاومون به الحربَ من حولِهم لتُتوِّجَ عملَها بليلةٍ سلامٌ هي حتى مطلعِ الفجر وأما وزارةُ الخارجية الرمضانية فشعارُها يُريدُ الله بكم اليُسر ولا يُريدُ بكم العُسر وهي وزارةٌ قدَّمَت رسالةً إيجابيةً عن رمضانَ للعالم أجمع فتسابقَ زُعماءُ العالم وساستُه في التنويه بعظمته والإشادة بفضائله والمُشاركة في برامجه في الوقت الذي لم تستطِع الخارجيَّة اليمنية أن تُقنِع بعضَ حلفائها بحقيقة قضيَّتها وعدالتها كما وصلَ سُفراءُ الخارجية الرمضانية ودُبلوماسيُّوها وصلُوا إلى كل مُغتَرِبٍ للعمل أو للدراسة أو للعلاج مُخفِّفين عنهم بعض الآلام ومُذلِّلين لهم بعض الصعاب وما أبو مُهنَّد وأمثالُه إلا سُفراءَ الخارجية الرمضانية الذين أحرَجوا الحكومة اليمنية في ملف الجرحى وفضحوا فاسدِ دُبلوماسيِّيها في ملف المُبتعثين والتي لم تكن حادثةُ انتِحارِ الطالب اليمني في الهند أولَ كوارثِها وأما وزارةُ التربية والتعليم الرمضانية فشعارُها شهرُ رمضان الذي أنزلَ فيه القرآن هُدًا للناس وبيِّناتٍ من الهُدى والفُرقان وهي وزارةٌ أصابَت خُطَّة التجهيل الحُوثيَّة لليمنيين في مقتل فبربط الناس بالقرآن الكريم قطعت صِلتَهم بما يُسمُّونه الثقافةَ القرآنية وحقيقتُها الثقافةُ القيرعية وفضحت من يُسمُّونه القرآنَ الناطِق وحقيقتُه الملزمةُ الناطِقة وبإحياء سُنَّة القيام وثَّقت علاقةَ الشعب بالسُنَّة المُطهَّرة كما وثَّقت بالتراويح خصوصًا علاقتَه بالرعيل الأول من صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم رابطةً التعليم القرآني بالتربية النبوية مصداقًا لقوله تعالى لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعثَ فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويُزكِّيهم ويعلمُهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلُ لفي ضلالٍ مُبين وأما وزارةُ العدل الرمضانية فشعارُها يا أيها الناس إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وهي وزارةٌ ساوت بين الغني والفقير أمام الشرع فالكلُّ لابُدَّ أن يجوعَ نهارًا وإن كانَ غنيًّا ومن شهدَ فمن شهدَ منكمُ الشهرَ فليصُمه والكلُّ لابُدَّ أن يجدَ إفطارَه مساءًا وإن كانَ فقيرًا من فطَّر صائمًا كان له مثلُ أجرِه كما ساوت هذه الوزارة بين القوي والضعيف أمام القانون فالكلُّ لابُدَّ أن يتوقَّفَ عن الانتقام الفردي وإن كانَ قويًّا فإن سابَّه أحدٌ أو قاتله فليقُل إني صائم والكلُّ لابُدَّ أن يُستمعَ إليه وتُجابَ مطالِبُه المشروعة وإن كانَ ضعيفًا وإذا سألَك عبادي عني فإني قريب أُجيبُ دعوةَ الداعِ إذا دعان وها قد غادَرَنا رمضان مُستودِعًا الحكومة اليمنية شعبها حريَّته وأمنَه وكرامته ورغدَه وقد أعطاها درسَه ووهبَها غرسَه ونأملُ أن تحفظَ الأمانة وترعَى الغرس قلتُ ما سمعتُم وأستغفرُ الله العظيمَ لي ولكم فاستغفِروه بسم الله والحمدُ لله والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ خلقِ الله وعلى آله وأصحابِه ومن والاه وبعدَ تذكيري وإياكم بتقوى الله أقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأما رسائلُ عيدنا هذا فمغمورةٌ رُغمَ الأحزانِ بالتهانِ العيدية أولاً للأمَّتين العربية والمُسلمة التي ما زادت مآسينا ما زادتنا مآسينا إلا قُربًا منها وحدبًا عليها وارتباطًا بها وفلسطينُ وقدسُها وأقصاها في القلب منها وواهمةٌ قوى الإرهاب العالمي إن ظنَّت أنها بضبعها الصهيوني وذئبها الصفوي ومخالبهم الطائفية ستشغلُنا بأنفسنا عن قُدسنا وبأدنانا عن أقصانا بل إنها أكدت لنا بمكائدها ما آمَنَّا به قبلًا من وحدة المسير والمصير فكما لم نُدِر في اليمن وتعِز كما لم نُدِر خدَّنا للصفعات فلن نفرُك في فلسطين أكُفَّنا للصفقات وليس لتُجَّار القضيَّة بإذن الله إلا الخيبات ثاني تهانينا لشُهدائنا وجرحانا ومُختَطَفين أفرادًا وأُسرًا فأُسرة الشهيد شُهدًا وأُسرة الجريح جرحًا وأُسرة المُختَطَف مُختَطَفة حتى يرَونا حولهم معهم وفيهم ومنهم وهي تهنئةٌ أدعُ الجميع إلى نقلها من ضيق الأقوال إلى سعة الأفعال متفقدين حال أبطالنا سائلين عن أُسرهم باذِلين البعض لمن بذلَ الكل كلٌّ في مُحيطه وحسب استطاعته حتى نُؤكِّد لهم أننا شعبٌ يستحقُّ تضحياتهم وأما ثالثُ تهانينا فليمننا شعبًا وقيادة جيشًا وأمنًا مُقيمين ومُغتَرِبين ونقول في العيد ونقول بالعيد بل هو عهدٌ علينا ووعدٌ منا يسمعُه القريب والبعيد من منظمة الألغام المُتَّحدة ومُمثِّلها الفاشِل مُرورًا بطهران وقُم وصولًا إلى مران ونُقُم نقول للجميع سنبقى بلدةً طيبة والبلد الطيب يخرجُ نباتُه بإذن ربِّه والذي خبُثَ لا يخرجُ إلا نكِدًا وسنظلُ يمناً سعيدًا يسعدُ بنا الصديق ولا يشقى بنا إلا العدو وسنُرجِعُ سبأَ وحميَرَ من غُربَة التاريخ إلى جُغرافيَ الوطن شاء من شاء وأبى من أبى فَيَا مَنْ أَرَدْتُمُونَ لَاجِئِينَ يَا مَنْ أَرَدْتُمُونَ لَاجِئِينَ قَدْ لَجَأْنَا وَلَكِنْ إِلَى رَبِّنَا وَيَا مَنْ تَمَنِّيْتُمُونَ نَازِحِينَ هَا قَدْ نَزَحْنَا وَلَكِنْ إِلَى جَبَهَاتِنَا وَيَا مَنْ حَسَبْتُمُونَ فِي الْفَنَادِقِ نَحْنُ مَنْ نُحَاسِبُكُمُ الْآنَ فِي الْخَنَادِقِ فَلْيَكُنْ مِنْكُمْ أَبُوْ جِبْرِيلِ فَمِنَّا أَبْنَاءُ إِزْرَائِيلِ وَلْتَسْتَثْمِرُوا فِي الْمَهَالِكِ فَنَحْنُوا كَلَاءُ مَالِكِ وَهَا قَدْ اعتَرَفْتُمْ أَخِيرًا وَهَا قَدْ اعتَرَفْتُمْ أَنَّ حُكْبَكُمْ صِيَامٌ عَنِ الْفَرْحَةِ وَأَنَّ الْمُحْتَكِمَ لَكُمْ لَا عِيدَ لَهُ رابعًا لأبناء تعِز عُموماً سلطةً محلية وأحزاب سياسية ومنظمات جماهيرية ومُبادرات شبابية وحاضنة اجتماعية وحدتُنا هي قوتُنا وإخلاصُنا هو خلاصُنا حررنا أغلب المُحافظة بهزيمة عدونا ولن نستكمل التحرير إلا بالانتصار على أنفسنا وحين تحينُ ساعةُ الصيفر يُعلمُ الرقمُ من الصفر خامساً لمنظِّري شبكة التواصل الاجتماعي وقادَت جبهات البلاي ستيشن نقولُ لهم يا من لم ترَ تعِزُ خيرَكم كُفُّوا عنها شرَّكم ويا من قطعتُم عن نُصرتِها أيديَكم أمسِكُوا عن خُذلانِها ألسِنتَكم ويا من بخِلتم عليها بعرقِكم وفِّروا عنها دُموعَكم فليس أسوأ من سُكونِكم عن الحق إلا حركتَكم في الباطِل ولا من سُكوتِكم عن الجلَّاد إلا صُراخُكم على الضحيَّة ومن لم يُعجِبه من لم يُعجِبه جيشُنا العنيد وأمنُنا العتيد فليصُم يوم العيد من لم يُعجِبه جيشُنا العنيد وأمنُنا العتيد فليصُم يوم العيد وختامًا إلى بطلنا المُرابِط في المتارِس والجبهات يدفعُ بالأمن ويندفعُ للتحرير جبلاً فوق الجبل وسماءً تحت السماء أهجُم أهجُم فديتُك يا جبينة عِزِّي عِزُّ اليمانيين أنت وعِزِّي أهجُم فديتُك يا جبينة عِزِّي عِزُّ اليمانيين أنت وعِزِّي أهجُم يُهنِّئ كلُّ حُرٍ نفسه والعبدُ يندُبُ نفسه ويعَزِّي هذه السعيدةُ تحتمي بكنوزها ولعنت يا مقدامُ أغلى كنزي كفَّاك عيساويةٌ في مسحها تُحيي ومُوساويةٌ في الوَكزِي كفَّاك عيساويةٌ في مسحها تُحيي ومُوساويةٌ في الوَكزِي فانزِع بها عنا الكهانة وارقِنا يا خيرَ راقٍ للبلاد وحِرزِي واترك واترك منصَّات التواصُل تلتهي بالغمز في أطهارنا واللمز تِجوالُكَ الصدِّيق لا جوَّالُهم تِجوالُكَ الصدِّيق لا جوَّالُهم فاضرب سلمتَ وخلِّهم للنكزِ وصلُّوا وسلِّموا على من أُمرتم بالصلاة والسلام عليه إن اللهم لا يكتَه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم عليه في الأوَّلين وصلِّ وسلِّم عليه في الآخرين وصلِّ وسلِّم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارحم شهداءنا وارفع قدرهم اشفي جرحانا واجبر كسرهم أطلق معتقلين وفك أسرهم اللهم نصرك العاجل وفتحك القريب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة